معركة القدس مستمرة عشية عيد الفطري يواصل الفلسطينيون في القدس وغزة على امتداد الارض المحتلة نضالهم البطولي دفاعا عن المسجد الاقصى ورفضا لاملاءات الاحتلال وفي الاردن تتواصل الهبة الشعبية نصرة الاشقاء الفلسطينيين عبر مسيرات ووقفات تضامنية احتجاجية في مختلف المحافظات المشاركون في هذه الفعاليات اكدوا تأييدهم لخيار المقاومة في وجه الاحتلال مطالبين باتخاذ موقف حازم بقطع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي وترضي سفير الكيان من عمان واستحب السفير الاردني من تل أبيب ردا على انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات والسياسات القمع وتهجير الفلسطينيين وقصف المدنيين في غزة